منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومن ساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية مرحبا بكم من الناس الكل أنتم تسمعوا في إذاعة الحياة 18 نتفقا بعد ماضي ساعتين الموعد اليومي من 2 للخميس من ماضي ساعتين حتى للاربع من إذاعة منتدى الحياة البرنامج الاجتماعي اللي بديتوا تتعودوا بي واسترسوا بينا رفقوكم كما قلت مالاتين للخميس من دي ساعتين حتى للاربع بأكيد بحضور أهل الاختصاص ونحاولو كل مرة نناقش معكم موضوع اجتماعي مهم وحارق كما تعودتوا بينا اليوم الاثنين يحضر معايا في الأستاذ فايسل الكعبي المختص والمعالج النفسي رحموا بك أستاذ فايسل مرحباك مرحبا ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات وإن شاء الله دائما في الموعد ونجيبوا الإضافة أكيد إن شاء الله ديما في الموعد وإن شاء الله ديما الهدف الأساسي من برنامجنا إن شاء الله ديما ما يتعدى وسوعتين هذا هاتلة الحسة إلا ما نكونوا حققناه الهدف المنشود بتاعنا هو أكيد أستاذ ديما تغيير المعتقدات الخاطئة موضوعنا لليوم أستاذ فايسل كنا في حلقاتنا الفارتة حكينا على الشغل وقيمة العمل والقيمة الكبيرة للعمل وكيفاش يأثر إيجابيا على حياة الإنسان كيفاش يساهم من خلال العمل هذيك الإنسان فيه إثبات ذاته وفي معنتها في معنتها تحقيق برشا معنتها قيم إيجابية كيفاش الإنسان بالعمل يحس روحه قاعد ينتج وقاعد يتطور وقاعد يحقق في حاجة وقاعد يبذل فيه مجهود مهما اختلف العمل وكان هذا أستاذ كنت تذكر موضوعنا صحيح اليوم أخترنا نحكيه معاكم على تأثيرات النفسية للبطالة على المعطلين عن العمل نعرفوا اليوم في تونس عنا العديد والعديد اللي حتى في اللحظة الراهنة قاعدين يعتصموا وينفذوا في وقفات احتجاجية متتالية المطلب واحد هو التشغيل العمل برشة اتفاقية تمزدة التي تبقية عليها ولكن اليوم بقى تحبر على ورقنا نلقاه اليوم برشة شباب معطلين عن العمل وعطلين عن العمل فما نسميه ورواحهم بيء المعطلين عن العمل وفما العطلين عن العمل تأثيرات النفسية للبطالة الناس هذوما والشباب اللي قاعدين يعيشوا البطالة كيفاش يعيشوا الفترات هذية بهذا اللي مش نحكيه معاك فيه أستاذ تلك للسعة تير تعليقك أنت ينحب على اختيارنا للموضوع هذين هو موضوع كما قلت أنت الكلمة حارق موضوع حارق وموضوع الساعة ولو أنه موضوع الساعة قاعد يدوم منذ فترة زمنية طويلة طويلة علاش فترة زمنية طويلة لأنه منذ السبعينات على الأقل في تونس فم تغيير النمط الاقتصادي في تونس بحيث أصبحت البطالة هيكلية اليوم جزء من هيكلة الاقتصاد الكامل وعالمين من سميوه الاقتصاد الليبرالي هذا يولد جانب كبير من البطالة لأنه فما تطور علمي والمكينة اليوم تاخذ مكان الإنسان فما تصور كامل ضايع كيف ناش الإنسان يحقق ذاته في ظل هالتطورات الاقتصادية وفي ظل هالنمو هالعلمي هذاء واللي يخلي الكمبيوتر يعوض الإنسان في تقنية التقنية الصناعية البطالة عمالة استفحل وفما ضيع والتعليم أزمة التعليم شايف نتكلم عن البطالة ومربوط بكثير أشياء أخرى أزمة التعليم أنه اليوم ما فماش تصور للتعليم باش يوكبها التطور الاجتماعي والاقتصادي بحيث أنه المدرسة العمومية تولد في ناس بشهيدهم مش لاقين نصيب لهم في العمل في داخل المجتمع احنا مش نتحدث على الجانب الاقتصادي احنا مش نتحدث على الجانب النفسي مردود هالتغيرات العالمية ذيها كلها في نمو الإنسان في شعوره بالقلق شعوره بالتباعية لأنه وعملنا برنامج يمكن برامج حول هل الشعور المتنامي بأنه ضحية الإنسان يعتبر نفسه ضحية وهذا يولد العجز والشعور بالعجز يولد كثير أزمات نفسية تعيق سعادة الإنسان ورفاهيته في الحياة هذا أكيد سيد فايسل باش نحكيو عليه بأكثر تفاصيل أكيد ديما نستنعو تليفوناتكم على 70-35-120 سينو بعد شوية زيدا باش نسمع رأيكم أنتم الناس اللي تتابعوا فينا في الشارع سألناكم على حسب رأيكم التأثيرات النفسية للبيتالة بعد شوية نسمع إيجاباتكم كيف كيف ماذا بينا نسمع استفساراتكم تساؤلاتكم تجاربكم على 70-35-120 أنصل هماني ديما في استقبال تليفوناتكم معاكم نتوى حتى للأربعة منتاع العشرية كما العادة سيور بنحميدة من قدام الميكرو تحية كبيرة سهيل السلمي في الدجيتال أمنا بخيط كيف كيف كوتي تيكنيك وسيف الدين محمد سيف الدين بول عرس كوتي ديجيتال اشتراكم منتوى حتى للأربعة منتاع العشرية متبدلوش الموجة ديما خليكم معنا على التسعين ثلاثة تحية كبيرة لكم وينو يوصلكم صوت إذاعتنا في مختلف معتمديات القيراوين نعود ذكركم أنتم تسمعوا في منتدى الحياة منتوى حتى للأربعة منتاع العشرية اليوم موضوعنا هو أهل تأثيرات النفسية للبطالة نعرف اللي عدد البطالة في تونس في دزايد رهيب عن نسبة كبيرة من الشباب العطلين عن العمل اللي يقعدين يعيشوا في وضعيات اجتماعية صعبة وكيف كيف الجانب النفسي والصحة النفسية اللي هي مهمة برشا ونعرفوا اللي البطالة وفترة الفراغ خاصة المشاكل المادية اللي تنجر عليها والمشاكل كيف كيف زادة الاجتماعية تأثر برشا على صحة الإنسان اللي يعيش البطالة قبل ما نبدأ ونقاشنا مع الأستاذ فيس الكعبي المختص والمعالج النفسي حبينا نسمو صوتكم أنتم في كما العادة كما عودناكم في فيلمي خوت خوت واق حبينا نعرفوا شنو تعرفوا على التأثيرات النفسية للبيطالة وهكا كانت الإجابات فما برشا حويش يأثروا عليهم صرتوا جيبوا الواحد ديما يرقى جيبوا فيه رغره ويحسها يعرفت ويتأثر نفساني هذا على حسبية أنا ما نعرفك أخذ الروحك في عمرك وواحد تبشي تطلب من أمك ومن بوك ومن واحد ما تجيش فهمتني تعمل مشاكل مع العائلة البطالة صحيح سبب من أسباب البطالة اللي تأثر على الإنسان سلبيا هو عدم الاستقرار المادي والتمأنينة على حياته التمأنينة على مدخوله يفقد التوازن المادي يفقد هالاستقرار المادي بالطبيعة مش يتأثر له على حياته مش يأثر له على سلوكه مش يأثر له على علاقاته مش يكون علاقاته ونظرته للآخر نيجاتيف وفي بعض الأحيان عن برشة الناس يتوصل الصريقة للهجرة على بلاده لليأس معناها البروفان لليأس البروفان معناه إنو سيبان يباب لكل حاجة أخرى ضرورية زادا نتصور تأخير سن الزواج السبب هيكون بطالة وهذا يأثر نفسانيا على الشاب ولا على الشاب كيما قطلك معناها تولي العلاقات عدوانية مع المجتمع ريتها في الأيام مثل بطالة أثر بقاطة سلبية كذالي ويحن ما عندوش خدمة مش أثرة مع عائلته مع الدار مش جي كل يوم عطيوني واحد منا ومنا وزيد يزمك تعاون الدار خطر هي ظروف مشي كلا قوية يزمي تعاون دارك ومزي تمد الفلوس كأنتي ما تقعش رحك عندك فلوس وياه التطر ما عنده بشوالي ما تخرج دي ما يشدد الدار ودي ما يشدد ومشاكل ومشاكل ومعارك مشوالي كما كيكا وش تعطيك ريقات سلبية طول البطالي يقعد أكثر مع عشر سنين باز عنده دار ويحد يتطر ومنا 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 مشوالي يسرق شوالي يفوق يري غيروا عندو هم ما عندوش يريف يروعون يقصطوا بش حكايات خاطر سنوان شوفوا في العبيد الساعات واحد يبقى لبسة عام كامل بها عام كامل يخذها من العياد يبقى عام كامل بها ما عم تواحلة في الحكاية ذاي يزم معانت هيشوفوا حل عبادها ذاي المهم والكل شوفوا لحل مثل الحل هو يحلوا مشاريع اللي لعباد بش يخدم يعملوا مشاريع من زيانة مثل يحلوا فضائية يدخلوا فيها لعباد تخدم لأنيف وكرويان ويعملوا برشة حاجات من زيانة تأثيرات النفسية على البطالة جوكو تأثيرات يمكنش بالحق لفليفاغ متعلل حاجات الخايبة نشوف فيها في السياتين متاعنا اسببها البطال عليش خط العبط البطال جوكو هي تختلف من بلاصة لبلاصة من مستوي المستوي من تفكير لتفكير تأثيراتها النفسية واحدة العباد اللي يبدأ بطال ما معناها بطال سيكوه ما عندوش باش يفيد المجتمع باش يفيد روحه أولا ما عندو شنو يعمل يحس روحه فاشل يحس روحه عديم القيمة جوكوه شنو باش يولي حاشتين يا إما اللي غياجي سمع برش تكون على روحه نعرش كالكسواء وشوفنا حتى من اللي بطال عباد حتى وصلت لوت فقط لتروحها فهمت وبيان عالي دانين بيه معناها باش يولي كما أقوله يتلكش يعمل في المشكل مع الناس يقول من الكونسيقون سمتع البخيسيان اللي علي البخيسيان والذغط هيدا أكثر الكلمات اللي تردت في الميكرو تروتوار اللي كنت سمع فيه سيد فايسل شنو من أهم الشهادات وإلا من بين الكلام اللي شد انتباه هو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ضمن الشهادات بداية بالحكاية المسألة المادية أنه نعدام الجيب الفارغ وتأثيره هذا على سوء العلاقات بين البطال أو الشاب اللي عاطعنا العمل ومعاطعنا العمل كما يهي وعائلته لانتوراج متاعه والمحيط متاعه صحيح هذيا لكلها جوانب كثيرة عنها تمس من شخصية الإنسان وتتعمق أزمة 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 صورة صورة ذاته وتقديره لذاته لستيم دوسوى هذا الكل يحبط ويتضرب لأنه وكثير من المتدخلين قالوا أنه الإنسان ما يشعر أنه ما عادش عنده فايدة من جمش في المجتمع يفقد قيمته يفقد قيمته وذي يستمدسوا أنه نفقد صورتي عن ذاتي فما نعمة من الاستيانة بالذات ثم نتصور يتصور صورته عند الآخرين عند محيطه عند عيلته أنه ما ما يدخلش فرنك للعيلة أنه ما يعاونش العيلة أنه يطلب في المصروف هذه الكل تفقد صورته وقيمته بذاته وشعوره بالقيمة ذاته وخاصة أستاذ صورته قدام المجتمع والناس المحيطين به عائلة أصدقاء جيرين والمحيط الخارجي نحن دائما نقول الدبريسيون هي الأحباط أو الأحباط النفسي يجي من الفارق بين الأمل والواقع عندما الإنسان يكون في مشروع تعليمي وتعليم تدائي ثانوي ثم جامع وجهد اللي يعملوه الأولياء بش بش يشده من أزره بش ينجح الفرحة ووقت نجاح ووقت ياخذ الدبلوم وفجأة يلقى واقع محببت بين الأمل اللي كان رسمه الوجود بعد النجاح أنه مش يلقى جانب اجتماعي أو مش ينتقل الجانب الاجتماعي مع النجاح مع النجاحات اللي كان يعرف يوم في المدرسة فجأة نلقى واقع محبت بالكامل وهنا وين جي الاحباط النفسي وتجي الكآبة وتجي أمراض نفسية كثيرة زيد على هذا أنه العمل ذي علاش العمل حق من حقوق الإنسان مش مزية حق من حقوق الإنسان علاش لأنه مكون من مكونات شخصية الإنسان تحقيق ذات تحقيق ذات لما نكون أطفال نحقق ذاتي من خلال نتائج المدرسية اللي نجيبها والتفوق فيها ونحقق ذاتي لما نخرج المجتمع أني نصنع شي أني نبدع شي وهذاك اللي يعطيني قيمة كإنسان يعطيني قيمة قبل القيمة الاجتماعية هي في مشعور داخلي أني أنا قادر على تحقيق شي قادر على صنع شي قادر على إنجاز شي قادر على المساهمة في إنجاز شي دي ساعاتي أنا وساعات الآخرين وذلك اللي يجيب الاعتراف اعتراف المجتمع بي يقول والله الإنسان هذا قادر يوضيف شي في المجتمع عندما تغيب هذية تغيب هالمشاعر الكل الإيجابية اللي ترمم الشخصية والاعتراف الآخرين ينقص وكما قلت أنا دائما في خلال برنامج داية الإنسان له غذائين منذ الولادة حتى الوفاة الغذاء المادي الحليب والماكلة الحليب عند البيبي والماكلة عند ما يكبر هذك غيظ يبي جسد وفما غذاء نفسي هو الاعتراف يبدأ باعتراف الأم مثل الثواني الأولى من الولادة الأم تشوف ولدها تقول أغزر محليا أغزر 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 ولدي كل قرد فيها أغزر أي أم تنظر الودها مهما كان جماله تعتبره أجمل ببي في العالم مهما كان جماله هذا نظرة الاعتراف هو اللي تخلي نموه الشخصية عند الطفل وتخليه ينمو عندما يكبر انبهار المجتمع به بدأ يمشي الخطوة الأولى بدأ يقول باب بدأ يقول بابا بدأ يقول ماما فما انبهار من المجتمع شفت وقال بابا شفت وقال كلمة ذي شفت هاك الاعتراف ذاك يخليه يزيد ينمو ويحمس فيه الشعور أو الرغبة في النمو النمو النفسي عمل يكبر عمل الاعتراف المجتمع به ما كان ينجيب في المدرسة على كل هل الغذاء الروحي من الولادة حتى الوفاة هو غذاء الاعتراف نشيات رفوبية عندما البطالة تسحب هالاعتراف هذا المجتمع فما نوع ما من الضرب القاسمة للنمو النفس للنفس فما خبوط للنفس نوع ما من الانحصار لهذه النفس أمام فقدان الاعتراف الآخرين أو نظرة الاعتراف الآخرين به هذه عوامل كلها تبعث على الشعور بالعجز والإحباط والإحباط الشعور بالعجز هو أني نشعر نفسي عاجز على إنجاز أي شيء حتى غدوة بعد مطول البطالة حتى ولو يجيبولو عمل الشعور بالعجز مش يرافقو ويمكن ما يساعدوش على أنه ينجح به يستاذ هذي في علاقة بالتأثيرات النفسية للبطالة ولكن فما جانب حبيتك نعطيه شوية من وقتنا اليوم في حستنا الجانب هذي هو وقت اللي نحكيه على العديد من الشباب اللي يلقاه الريحم ضمن اتفاقيات يتم توقيعها ولكن بتعاقب الحكومات كثيرت سنوات ونعرف وليحنا خاصة في السنوات الأخيرة بعد الثورة برشا حكومات تعاقبت على تونس وتقعوا ذلك الاتفاقيات هذيك في الرفوف ما يتمش أخذها بعين الاعتبار وما يتمش تفعيل هذيك عليش اليوم نلقاو العديد من الشباب الأصحاب الشهائد العليا اللي هما اليوم يحتجوا يطالبوا بتفعيل الاتفاقيات هذوما واللي البعض منهم يتسمى المعطلين عن العمل اللي طالت بطارة معشر سنوات المعالمين النواب اللي يزد الشباب وإلا الأصحاب الشهائد العليا اللي منظوين في قطاع الصحة اللي اليوم فما اتفاقيات ما تمش تفعيلها بين هال العاطلين عن العمل واللي يعتبر الرحم والتسمية راهي المعاطلين عن العمل هذي بتبع اللي يشملهم القانون عدد 38 دونك أستاذ هذوما اللي يلقوا الوعود يصوروهم أنهم هما بطيلة هالعامين هذوما بشي تم انتدابهم انتداب فوري بشي خدموا عامين وبعض بشي تم انتدابهم ويلقوا الوعود ما غير انتداب ويلقوا الوعود يستنوا إلى أجل غير مسمة الفرق ما بناتهم على الأقل في التأثيرات النفسية يظهر اللي بقع الصحمة المثل فما نقطتين أو مستويين مش تحدث على مستوى واحد الثاني مش نذكروه لكن مش مش تحدث عليه هي المستوى الأول هو فما واقع اقتصادي اجتماعي كما قلت وفما اختيارات نمط اقتصادي اختارته الحكومة منذ السبعينات آخر السبعينات أو بداية السبعينات مع انتهاء تعاضده وبداية النويرة اختيار الليبرالية ثم بدأ مع ابن علي الليبرالية المتوحشة الليبرانتربيز الليبرالية اشنية احد اسمات الليبرالية والرأس مالية هي انه يطلب من الدولة ان تقلص تدخلها في المجتمع بحيث تصبح اربيتر ومعادش لا تخدم لمؤسسات عامة ولا ما تدخل في شي لا في التعليم لا في الصحة لا في المؤسسات الاقتصادية معنا الدولة تنسحب وتخلي السوق يتفاعل بالعرض والطلب هذا النمط الاقتصادي احنا ما زلنا في نصه الان احنا ما زلنا موصلناش الى انسلاخ الدولة نهائيا لكن اليوم سامحوني اراني مش ننقش فيه لانو هذا موضوع موضوعي وخارج اختصاصي هو موضوع اقتصادي اليوم على الجانب النفسي انا نحك على الواقع الجانب النفسي يتأثر بواقع الصندوق النقش اليوم تقع مع الدولة اليوم اصبح ضغط وضغط منذ عشر سنوات انه يطلب من الدولة تقليص حجم الاجور تسريح العمال والخروج وبيع القطاع العام بحيث يطلب من الدولة ان تنسحب من الدورة الاقتصادية معاديش هي تشغل معاديش يخلي السوق هو اللي يدفع عن ما بعضه هذا الضغط اليوم المتواجدين واذا يعليش عنا عشرين الف دولار مطلوبة او دينار مطلوبة للميزانية الان مش موجودة لانه صندوق النقش الدولي طالب هالشروط هذية انه الدولة تنسحب من الدورة الاقتصادية عندما الدولة تمضي هالعقود عقود مع بعض المعطلين عن العمل هي مسكنات تعمل فيهم غير واقعية وانا نقول فيه باش المعطلين عن العمل اليوم يحلوا عينهم انه ما ينتظروش من الدولة انه تفعل شيء من هذا لانه ما عندش امكانيات مش لانه رغبتها ما عندش تحب تلبي العقول ما عندهش امكانيات واذا علش قلت فما وقع امامنا انا لا اناقش وما نقولش عندهم حق انا ضد هالنمط الاقتصادي باش كون في واضح انا نحكي او اشرت للنمط الاقتصادي باش نقول للمعطلين عن العمل لازم يفتحوا عيونهم ما 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 يبقاش مع امل كذب كل اسف وستاذ للأسف امل كذب هالاتفاقات المنظمة مع الدولة الدولة مهما اعطيته من وعود ليس لها ومهما عملته من ضغوطات ليس لها اليوم نحكي الواقع اليوم ليس لها امكانية ان تلاقي هالعقودة ذا وتحترمها خاصة انا مستوى الانتدابات في القطاع العام يصرحوا الموظفين ويقلسوا من كتلة الاجور من الجيش في نفس الوقت ينتدب ناس اخرين اذا انا اقول الاحباط يأتي بين الامل والواقع الواقع المرير الوطا والامل مرتفع الفضاء هذا عمل يرتفع الامل والفرق بيناتهم يكبر عمل احباط تكون كبيرة اذا شنون المطلوب المطلوب نحكيو فيهم بعض ترتيحة صغيرة مع الموزيك وبعد نبدأ في استقبال تاليفون عدد من المعطلين عن العمل والمحتجين في مختلف ولاية الجمهورية اذا كانت تحبوا تشاركونا رأيكم اذا كان عندكم اي استفسار يخص التأثيرات النفسية للبطالة اذا كان عندكم تجربة ايجابية سلبية تحبوا تشاركوها معنا مرحبا بكم مرحبا بتاليفونتكم مع 70 30 125 مئة وعشين انصر هماني في استقبال تاليفونتكم سنو ما تبدلوش الموجة خليكم ديما برانشي على 93 جانيكم من جيد في منتدى الحياة مرحبا بكم الناس الكل عادوا ذكركم موضوعنا لديوم هو التأثيرات النفسية للبطالة على العتلين عن العمل كيفاش يعيشوا تجربة البطالة وكيفاش تأثر على نفسيتهم نحكيوا على الموضوع هذي كان بحضور أهل الاختصاص كاليش يكون موجود بحثين ديما في السجو الأستاذ فيسر الكعبي المختص والمعالج النفسي نرحبوا به ونعودوا ونرجعوا معاك أستاذ للنقاش البعض اليوم يقول أن التأثيرات البطالة هي أكثر تأثر مديا اجتماعيا ومنعطيوش برشة أهمية للجانب النفسي حتى في سؤالنا للناس حتى كنت أبدأ في نقاش عادي مع أي إنسان يقول لك ديما نمشيوا للجانب المادي هو في حياتنا الاجتماعية كاملة دائما نعطيه أهمية للجسد عندما يمرض الجسد ويستبرد ودي سخانة كل الأمراض اللي نعطيها اعتبارها لكن الأمراض النفسية كأنه وسمة كأنه وسمة عار ما نتكلم مش عليها إذا هي تعمقت واصبحت معيقة وفي النهاية المعيقات البسيطة ما نلفتوش للانتباه لها ديما ننسبها أنا قلتها في وقت من القاد ثقافة التشكي ننسب تعقيدات اللي عندي في داخلي إلى الأخر ينعتبر نفسي ضحية لكن هي معيقة من معيقات تحقيق الذات ومعيقة من معيقات المعطلين على العمل باش يصنعوا مشروحهم الخاص ويحقوا ذاتهم هذا فينا أنه اليوم المعطلين على العمل واللي معناها دقت فترة عطلتهم وطالت ضروري مرافقة نفسية ما يكفيش باش تعطيه مشروع أو عمل وتقولوا يلا هوا عطيناك عمل اللي بدا يخدم يلزم مرافقة نفسية باش هالغبار والأثار النفسية السلبية اللي تعلقت من خلال الشعور بالإحباط والعجز وعدم تقدير ذات هذي الكل اللي ترافقت تلك السنين تنفع نوعا ما ويبدأ كأنه مساره من الجديد لتجديد طاقة حياته وتجديد طاقة عطاءه في العمل وتحقق ذلك أنا من معطلين من عمل لطلس لثلاث مكتمل عشر سنوات وإحدى المعتصمات من المندوبية الجهوية للتربية بيسوسة عنا من 27 سبتمبر 2021 ممكن معناها مش نحكي لك على روحي برك نحكي لك عليا وعلى زملائي اللي معايا معناها الحلم نفسية اللي معناها وصندها مدام نيم على القانون عدد 38 أي احنا مشمولين بالقانون 38 دونك قبل ما نبدأ معك النقاش وقبل ما تدخل معنا احنا كنا في بداية الحسة مع الأستاذ فيسل الكعبي كنا أشارنا للعطلين والمعاطلين عن العمل العطلين اللي هما القاورو ما القاوش عمل ولكن المعاطلين عن العمل اللي فما اتفاقيات وفما قوانين تم سياغتها واتفاقيات تم توقيعها ولكن قاعدة حبر على وراقش خالة اليوم كما تقول أنت أكثر من ثلاثة أشهر مدام ريم وانتما معتصمين في المندوبية الجهوية للتربيا ثمانية أشهر أي من عملنا من يظهر لي من عندكم مديدة من سبتمبر الاعتصامات متواصلة لأنه ساعاتي تم فك الاعتصام وتعود وترجع وتعتصم هكا ولي لا هنا ما فكيناش الاعتصام ولا نهار في رمضان جدا في العياد اعتصامنا متواصل كما قلت في مختلف ولاية الجمهورية زادة مشكين في ولاية سوسة فقط لكن احنا احنا بداء اعتصامنا ثم بعض الاعتصامات الاخرى لكن اول اعتصام كان هو في بل حتى رفض فياتة الرئيس لتطبيق القانون 38 اعتصامنا كان سابق للقرار سيد الرئيس احكينا على التجربة هذه او كما قلت انت سوار قلت احنا مش عاطلين احنا معطلون على العمل على خطر احنا الناس هذه الفئة هذه احنا اللي معناها مظلمتنا معناها كانت من من عصر البائد من عهد قبل الثورة وفي 2012 عملوا قانون استثنائية عدد اربع الانتداب قالونا اصبروا انتم ما ميزلتوا صغار خلنخدموا طويكا الكبار سبرنا قلنا ميسيا لشي يخدموا الكبار وباحنا تايجي دورنا ف2015 وقع تجميد الانتدابات كما يعرف الناس وكلي ولي في الحقيقة معناها تجمدت كان علينا احنا فما برشا الانتدابات كالعادة المحسوبية والرشوة وولاد المنظمات وولاد الاتفاقيات وكل كي قاعد تصير برشا انتدابات لكن اوكي يخلنا صبرنا بعد تالي خرجنا وطالبنا معناها القانون اللي هو قانون 38 اللي جيب تعب كبيرة تعب المعطلين معناها ويجيب شرعية السحات طالبنا بالتطبيق هذا القانون للأسف نتضمنا بقرار سيد الرئيس اللي ألغى هذا القانون وقال القانون هذا معناها قانون أوهام وبيع للأوهام وكان معناها تاجر به سياسيا لكن احنا كما نقول مزلنا طالبين بحقنا هذا حقنا ومعناه مطلب شرعي معناها هو حق من حقوق الانسان حقنا ايه بالضبط مزلنا مطالبين بحقنا اعتصمنا معناها بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة ثم قتلك منذ 27 سبتمبر خذنا 44 يوم اضراب جوع معناها عنا احداش من اصحابنا خذوا اضراب جوع لمدة 44 يوم وفما اللي خرج من هذا اضراب بمعناها اضرار صحية واظرار جسدية ورغم ذلك مواصلين المشوار ومنشنا مسلمين في حقنا العمل كما يقول هو هو معناها هي ذلك هو حق حق الانسان لتحقيق ذاته بالضبط انسان من غير عمل من غير كرامة ما هوش عايش ولكن اخت غير انا باش نبقاو في اطار المطرح نازل اللي طرحنا منه هذا لا شك فيه انه مسامدين حق بمطالبتكم بالعمل لان كما قلت لانه حق من حقوق الانسان لا يقاش فيه وهذا الضغط انه يتلقى حل واحنا مسامدينكم في هذا الاطار الشيء الوحيد انه اليوم نشوفه في الاثار النفسية لها التعطيل عن العمل شنية الاثار انت بديت بكري مش تقول على بعض الاثار النفسية اللي يمكن معايشتها ومعايشتها مع فريقك كيف ناش شنو اللي تنجم تقول هنا انت شيء غيان لما يجري المعطل على العمل هو يحس روحه معطل للحياة هو يحس روحه ما عندوش قيمة في البلاد هذه بالاخرات الناس اللي تعبد على مقاعد الدراسة وعنينا وشفنا وفما واغلى بيتنا معناها الناس اللي شاف التعب والديك معاك انت كتشوف طويق والديك قد اشتعب عليك ومش كمنجم حتى تعاونهم حتى بتاخدرهم الدواء مش كمنجم معناها ترجع الجميل هذاك تحس بالنقص تحس روحك انت ما عملت المهم منتاعت ثم اخرين اللي والديهم متوفيوا والطو حاسس بالجنب اللي هو معناها مفرحهم مش مربلهم ش الجميل ثم معانا شكون مثلا معناها ارملة وعندها صغيراتها وحاسة اللي هي مش منجمة مع صعوبية اللي نشوف معناها المعيشة في البلاد مش تكون فاشلة معناها في تربيتك الصغيرات ومش مش تكي معقول توقيت الابي الرسالة متاحة معانا شكون اكلي مشي بها الوقت ومشي بها الزمن وكبرت ومعناها معناها متزوجتش ومكذا وتحس تشوف المستقبل بالنسبة لها مستقبل ظن غير ما ما توقعش اللي هي معناها مش تكون ومعناها مشي بيك تحس اللي انتي ممكن ماشي للمشهول اكثر معناها تجي تشوف ومش هكبرك وحتى الاثار النفسية حتى على صغارنا تصور انتي معناها تهز صغيرك معاك نتلزو نهزو صغارنا معنا نتلزو بش تهزو صغيرك معاك كان تسمع صغارنا كيفاش ولاو يتكلموا معناها حاجات يقول لها امي انتو ما هيكة تخدموا ويت تقول لها احنا هيكة بش نخدموا احنا هيكة بش نعملوا احنا معناها منعصو الطفل تكون سلبية لانه ما ينجمش يفهم انه ولي امره معطن عن العمل وغير غير غير محترم في المجتمع ليش فيه ويحس انه ابوه وقاله امه في حالة ضعف في الاسف مدى بني سمحني بليه في الكلمة اللي قلت معناها البطالة مش اثرتش كاحنا كما اقولوا احنا كجينراسيون معناها مش تأثر حتى على الاجيال القادمة صحيح اي معناها حتى الاجيال القادمة هو حتى الاجيال القادمة بفعل السيستام معناها منظومة تعليمية هي قاعدة تفرخ في ناس يعديوا نص عمرهم في التعليم ابتدائي وثانوي وجامعي ويخرجوا بشهائد وما يلقاوش حظهم يعني هاليوم ما رأوا المسألة مش ظرفية لجين معين هو اختيرات اقتصادية اللي عملتها الحكومة والدولة منذ بعض العقود نتيجتها وصلت لهذا العقم الاقتصادي بحيث تفرخ المؤسسة التعليمية مئات الالاف وعشرة الالاف من الشباب بعملوا جهد باش يتحصلوا على شهائدهم وتقول لهم في النهاية ما عنديش باش نعطيكم باش تحقوا ذاتكم اذا والمأساة دي مش تتواصل اذا المجتمع كله ما ينتبرش وما يعتبرش ان المشكلة دي مشكلة بعض بعض الشباب اللي ملقاش روحه لا هي مشكلة مجتمع قاعد يفرخ اطفاله وهذه مشكلة انا ومشكلة كل المستمع لانه اطفال يمش يكونوا مخصوصين بهالموضوع هذا ومش يلقوا نفس المصير اذا المسألة هي ازمة نزمة نفسية لمجتمع كامل بعض السياسيين عملوا اختيارات خاطئة وجيل وجيال يمكن قاعدة تدفع في الضريبة ضريبة الاختيارات الاقتصادية الخاطئة ضريبة اختيارات اجتماعية خاطئة وضروري المجتمع الكل يستنفر لإيجاد حل الحل وانا قلتها في اول البرنامج هوشني متناقض مع نفسي الدولة اليوم عاجزة على ان تلقى او تلبي او تلبي هال اتفاقات اللي امضعتهم لاني كاسة الدولة فضية صندوق النق الدولي اليوم يطلب في الدولة انها تتخلص من الموارفين الي عندها مش تندد بموارفين اذا اذا اردت ان تطع فاطلب المستطاع الازمة اعمق من انه الدولة تلبي بعض العقود اللي مش تلبيها اذا رؤية المجتمع كله اللي يخدم ولي ما يخدمش اللي عنده حظ يخدم ولي ما عندوش لازم المجتمع يلقى حل لمعضلة اجيال مش جيل واحد مش معضلتكم انتم المعتصمين هو معضلة كل المجتمع وكل افراد المجتمع والازمة اللي تعيشوها انتم وعليش انا تطبط انك تطرح كل المقادرين وتبارك الله عليك تطرحت كل بعض الجوانب من الازمة النفسية اللي يعيشوها الشباب ضروري انه هالازمة دي مش تعم اجيال واجيال اخرى وضروري كلنا نستنفر باش نستفيق لانه السلبيات اللي تعيشوها والامرض النفسية اللي تعيشوها مش يكون مردودة على المجتمع كيما قلت انتي مردودة على اطفالكم ومش يكون احنا نقوله دائما المرض معدي والصحة معدية وهذا مرض نفسي يمكن يعدي مش بركة يصيب انسان المعطل على العمل يمكن يعدي محيطه بنظرة سلبية بطاقة حياة سلبية لا تفيد المجتمع ويصبح المجتمع الكل كأنه مرحل كأنه تعب لانه جانب من جوانب الشباب اللي مفروض يكون حامل الطاقة الإيجابية هو اليوم حامل طاقة سلبية سيد فايسل تتفعل مع كلمك مدام روذا الكبير تكتب لنا كومنتير تقول في المهندسين متخرجين بكفاءة عالية يعنيهم الاكتئاب وما يخرجوش من بيوتهم ورفضين التواصل شنو الحل تقول زيدا الحل انه الحل هو فتقاعد ورفض التمديد وإعادة توزيع الموظفين في المؤسسات والمؤسسات خاصة اللي فيها نقص وإلى المؤسسات الأخرى اللي تضم عدد كبير وتقول زيدا جيل نفسيتهم حطمة ورفض الكل ما يدور حوله من حالة اكتئاب وتزايد التعب النفسي يؤثر على الشباب خاصة العاطين عن اللاعمال ما زالت معنا بالتاليفون مادام ريم حبيت نسقلك مادام ريم في نهاية المداخلة فما فرق يظهر لي مادام ريم وانتي عشت هالفترة هذية والوضعية البطالة ما بين البطال العادي وبينكم أنتم اللي تنظوي وتحت هالقانون عدد 38 وفما برشا يظهر لي من حاملي الشهاد العليا في تونس اللي اليوم موقعين على اتفاقيات واليوم الوعود هذي كما تحقت يظهر لي وقع الوقع يكون أكبر بين البطال اللي ما فمس ما لقاش وعود من الدولة كما القرية وقعد في الدار وبين اللي يتلقى وعود بالانتداب الفوري وإلا بالانتداب بعد سنوات ولليوم يلقى الوحام يعتصم ويطالب بالانتداب والتشغيل فعلا سوار الفرق هو أنه خيبة الأمل والإحبات يكون أقوى معناها على نفسية المعتد ومعناها أنك كما قلت لك أنك تجري ترب على يديك معناها أنت بشوية بشوية نسقي وفاها وتكبر قدام عينينا وعود وعشنا معناها ألم كبير وعشنا تضحية كبيرة لتطبيق هالقانون هذية وفرحنا أنه البلاد كانت بيد رجل قانون قلنا رجل قانون سيحترم القوانين ومبدأ استمرارية الدولة يحتم تطبيق القانون إلا أن نتصدم كانت صدمة كبيرة علينا سمحني سمحني هل سؤال فضولين نحب نعرف هل وعين بإنعدام إمكانية الدولة أن تطبق القانون شوف في فيصل الدولة السياسيات الرئيس والدولة يجب أن يكون عندها فريق متاحة يكون متكون من اقتصاديين ومن خبراء اللي عندهم رؤاء ولي عندهم آآ إلي مش مسألت رؤاء سألت ميزانية دولة عشرين مليار دينار نقصة في الميزانية بثنين وعشرين ومشلقين من يجيبهم معناها فما حولول سيفايسل نعطيك أنا نسمعك والله نسمعك باي كما قلت لك لازم تكون الفريق الحكومي هو يكون حكومة حرب حرب ضد الفقر وضد من أجل الحرية والكرامة باي نشوفوا مبعضنا سيفايسل اللي حسب دائرة المحاسبات يقولوا إنه ثلاثين ألف شهدة مدورة صحيح وظيفة وهمية هدومنا وحدهم فتح ملف الشهائد المزورة وهالوظائف الوهمية اللي قاعدة تتعطال العباد مرتا هذه وحدها كفيلة باي تشوف قداش توفر من موضم شغل لبطال لكن ثلاثين ألف شهائد المزورة اليوم يشتغلوا لو يخرجوهم مش يكونوا ثلاثين ألف عاطن على العمل وإنا عندي نقطة أخرى نحب نقوله لك مدام ريم أنت حل من الحلول أكيد عندك الحق تعطي الحلول اللي ترهم أنت ينجم ويكونوا بما ثابت الحل لهذه المشاكل ولكن نحن اليوم في تونس ونت تعرف أستاذ فايسل ونسل يظهر لي عنا ألف من الدوسيات وألف من الملفات اللي اليوم قاعدة في مكانها في أدراجها ما تمش فتحها على غرار التدقيق في الشهائد اللي هو بالحق معنتها موضوع نورمال مور رهو تمت معنتها التدقيق فيه ولكن للأسف مردام ريم سمحنا نظرا لذيق الوقت من الجموش نكمل ونحكيه معك أكثر شكرا ولكن نحن نشكركم إن شاء الله ربي معكم إن شاء الله توصلوا وتحققوا المطالبين متاعكم إن شاء الله أكيد مردام ريم ديما على اتصال وديما بشو نكونوا في متابعة لإعتصاماتكم إن شاء الله ربي وفقك أنت وجميع زملائك في مختلف ولايات الجمهورية منتدى الحياة مازال متواصل معكم حتى للأربع لو سمحت سوارنا لتوضيح بسيط عليش ترحت مسألة الواقعية نذكر الأخترين بواقع الدولة أساس باش ما تقعش خيبات أمل أخرى انتظارات من الدولة وهي عاجزة ومتقعش خيبات أمل تزيد باش تقف على الأقل الطموحات ما يكونش علي برشا لأنه نحن نعيش في واقع اقتصادي للأسف سعيب برشا ولكن على أمل أنه يتم تسويت وضعيات مختلف الأصحاب شهادة العليا كما قلت احنا مازلنا موصول معكم المشوار من تواحة الأربعة متاع العشرية 70-35-120 ديما على ذمتكم مرحبا بيكم مرحبا بكل استفساراتكم وتجربكم وشاركونا رأيكم على 70-35-120 جزيك كل أنتم تسمعوا في إذاعة الحياة الفين من القيروين تحية كبيرة لكم وإنما يوصلكم صوت إذاعتنا في مختلف معتمدية القيروين تحية كبيرة لكم زيدا اللي تتابعوا فينا على باج فيسبوك الحياة الفين نحييو مدى بروضا اللي تتبع فينا وتتفعلوا معنا مدى ماريم كيف زيدا نحييوها اللي قاعدة تتبع فينا وتكتب في التعليقات أركيد نحاولو ديما نرسدو زيدا التفاعلات متاعكم وكيف نعود نذكركم ديما 70-035-120 ديما على ذمتكم تكلمونا في أي وقت تتفعلوا معنا حتى إذا كان عندكم مقترح لموضوع تحبونا أن نقشوه معكم من الثنين للخميس في منتدى الحياة أحنا أكيد ديما ناخذوا مقترحتكم دعاين الاعتبار تنجموز زيدا تتكلمونا على 70-035-120 وتتفعلوا معنا وتشاركونا تجربكم إذا كعليش معنا بالتليفون مدام يسرى مرحبا بك على موجة الحياة فايب مرحبا مدام مرحبا بك في المستمعين يعطيك صحة مدام يسرى لمشاركتك معنا نعود الذكر نسلي التحقب بنا طوال في الاستماع موضوعنا لليوم هو التأثيرات النفسية للبيتالة البتالة نعرف لتأثر على النواحي الكل من جميع النواحي خاصة وقت للفترة هذه نعرف وشنية نجم ينجرع لها من تأثيرات مدام سونيا أنت عشت الوضعية هذه متع البتالة مدام يسرى أنا صاحب مدام يسرى سمحني عندي ديما مشكلة متع متع السيمية ديما عندي القلب هذه متع السيمية مدام يسرى سمحني مدام يسرى مش مدام سونيا أنا كمعط على عمل صاحب شهيدة عليا بينصير البتالة تأثر برسا لأي إنسان في الدنيا خلي معناها صاحب شهيدة عليا أكيد هي مش تكون بالنسبة لنا أحنا كمعاطلين وكناس قراط بالرسمي وتعبد في تونس وما كتعرف القرية هي دي جات عبد نفسي كبير وتزيد من بعد تلقى روحك بعد ما تتخرج تحاول إنك تندمج في المجتمع تحاول إنك تدخل تخدم تحاول إنك تندمج في الخواص وغيري للأسف تلقى روحك رغم التجارب أكيد الموضوع هذا يقلق برش وأكيد الموضوع هذا عنده تأثيرات كبيرة على النفسية أولهم تعرف اللي انت سبب رأيس التدور للتوتر النفسي اللي يعيشه البطال هي بينصير البطالة واللي هو أكيد عنده أثار طويلة الأمد تؤدي إلى عواقب سلبية على الصحة النفسية بالأساس للمعاطلين أو للأشخاص وصير طول أصحاب شهادة العليا بما في ذلك القلق الاكتئاب وقد تؤدي أيضا إلى عدم احترام الذات وانت تعرف كل إنسان يكون بطال بينصير كما يلقاش شكوني سند وصير طوفو بطال وشكوني يمت بلو يد المساعدة أكثريتها لأمور هذي نفسية أكثر منها أنك تمت بلو فلوس خطر كل إنسان يلقى روحه كل يوم كل يوم كل يوم يطلب من دارم كل يوم كل يوم ما ويش قاعد يخدم كل يوم نفس الروتين نفس الأكيد تتأثر برشا على الجانب النفسي والجانب النفسي تعرف كل أهم حاجة في حياتنا هو الجانب النفسي أعباد تخدم زادة تعب النفسي نخلي إنسان ما يخدمش التأثيرات هذه أكيد تعيش سرطوب الزائقة المالية والإعدام الاستقرار الماجي كما حكينا هو سبب كبير في الحالة النفسية هذه اللي يؤدي أيضا للإجهاد الفكري والنفسي أيضا تؤثر أيضا على المستوى وينقد روحه أكثر وينقد روحه أكثر من العديد والمعادلات القلق والتأثيرات النفسية السلبية والمتعرف الواحد يدخل في موجة ودوامة معاتي سيب برشا يخرج منها سرتوك يلقى مجتمعنا كل مجتمع تونتي ما شاء الله يساعد برشا معنا مش تخرج من الأزمات النفسية بالعكس قاعد تلقى روحك من العائلة فم ضغوطات من الأصحاب فم ضغوطات من نجم معناه مثلا ما تحطى إنساني نجم يحاول إنه يخرجك بالعاكس ما يخففش عليك كل ما أنت تدخل في النفسية هذيك هو ما يحاولش يخرجك بالعكس ينومك على أي انفعال ينومك على أي ريكسيون ما نعرجش إنه انفعالية قطر إنساني يتعب من داخل أفن تلقاه يحفوه يحفوه مادام يسرى عدم يسرى يتفعل معك الأستاذ فيسل الكعبي الأستاذ فيسل الكعبي المختص والمعالج النفسي هوا معك اللي كنت تذكر فيه الكل هذا يدخل تحت اليوم الإسم العلمي هو الصدمة نفسية بشي كترماء ينجم صدمة نفسية تفاعلاتها مش في الوضع الحالي اللي يعيشوا المعطن العمل فترة تعطيله عن العمل حتى لو يلقى عمل وصل أنه يلقى عمل تأثيرات النفسية للفترة اللي يعيش هذه هو معطن على العمل تأثيرات هذه الصدمة يمكن تنسحب على ما بعد العمل حتى لو القمع العمل إذن فما تأثير سلبي للتعطيل على العمل وطول المدة عمالي طول المدة عمال هالتروماء هالصدمة نفسية تتعمق لو كانت تأثير عليه حتى في المستقبل حتى كي يخدم بشي يلقى برشا الصعوبات في البداية أكيد أنا حبيت نسلك شنية شهدتك أنا أستاذية في الفنون التشكيلية تبارك الله لكن عملت فورماتيون كوميرسيال ما نحن نكتعرف نحن أصحاب جهيد العليا ترتو المشمولين بالقانون الثمانية ثلاثين اللي تعرف نتقول هكذا زي ملتيرين معاكم وعندها تدخل هاي كانت معنا كانت معنا في تدخل أحنا معناها ما شاء الله معناها كنا من من جينيراسيون اللي كنا ممتازين اللي يسحر شهدت عليا بالحق معناها أصلية كما يقول وما يشم زورة أيضا اللي تخرج لكنا عملنا في الانجليك في الانفرماتيك أنا دي علش علش عملت اللفتة هذي نسألك على التدخل على شهادتك لأنه كل المتدخلين ريم ما سألناها على شهادة وهي ما تذكرش كما أنت قلت شهادة عليا وما تذكرش أنا نقول لكم نصحكم أنا دائما حطوا دائما أذكروا المرتبة العلمية اللي وصلتوا لها لأنه أول شيء اعتراف منكم للجهد اللي عملتوه وتجبروا الآخرين أنهم يعترفوا بالمستوى العلمي اللي وصلتوا بعد جهد جهيد وهذا الاعتراف لازم يكون أول خطوة أول خطوة لاعتراف المجتمع بك اللهي أحنا كسباب وكما عطلين واخترتوا الفئة هذه عشر سنين فنصف أنا معترفين بشهايدنا بالعكد قاعدين نجاهدوا قاعدين نفرضوا فرواحنا قاعدين نحاولوا ما الجريء اللي رأيت تعرف زاد الصدمة الكبيرة لسلطنة أنه الغنى القانون لكن للأذب أحنا معناها وهذه معناها تشوف أنت معناها تصدمتها بالكل من المجتمع من الأسرة من الأسحاب من الدولة ومن الجلسة منزلنا مواصلين منزلنا منارولين منزلنا عنا حلمة منزلنا عنا آمل في تونس رغم أن تونس كما تعرف أنت الكل مشين في سنية مش نضخل في السياسة خطر أنا ناشطة بدنية مغير ما نصع النجم نضخل في السياسة بعيدا عن هو الشأن العام مش سياسة سياسة مش سياسة أما شأن العام أكيد أكيد لكن الكل مع بعض قاعد يستهم في تدمير بالحق نفسيتنا الأذى النفس اللي يأدي بالرسم يدهور بعض الاضطرابات أيضا النفسية البسيطة أو القوية كما يقولوا أيضا تؤدي أيضا نفس ما يبانش في وقتها يمكن يعطي نتائجه سيمة الصدمة صدمة نفسية سامحني قصيت عليك حتى دي جاه طوى أحنا في تونس الجرائم اللي قادة تصير والعنف والانتحار والسي هذي 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 من بعض نتائجه سامحني زم أصحاب شهيدة علي تنتحر أنا حبيت نقول حتى بعض الأثار حتى بعض الأثار لكن الشيء منهم هم خاطر بالحق رأو كي تلقى داركم تجاوبه بطريقة أجريسيفة شوية هو ما يعذركش نأنتي أوفون ركعيس غليين أوفون معناها في الباطن انتعك عايش وجيعة كبيرة محروق على مستقبلك محروق على شهادك اللي قريت وما ما لقيتش حتى حفظك في تونس ولا في أي تحاول تخرج البرى تلقى معناها دي كان مش تبشي الحرقة تعرف اللي حرقة اللي عباتك دي قلتها مع ريم قلت انه موضلتكم موضلت مجتمع كله مش كنتم مخصوصين بش بل 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 أذى دي اللي تعطينا على العمل الصدمة نفسية دي وقع على المجتمع الكل ولو ولو بعضهم مش واعين بشي دي وقلت الأثار النفسية للصدمة يمكن ما تظهرش في لحظتها وتظهر بعد فترة زمنية بعد فترة زمنية ولهذا المجتمع انت ذكرت بعض الآفات الاجتماعية كما الانتحار كما كما العنف وهذه بعض الآثار النفسية لعقدة هالمجتمع ذا في اختياراته السلبية في اختياراته غير موافقة لنمط الاجتماعي والنمط الاقتصادي اللي اختاروه من بعض العقود واليوم بدأت جيلكم يمكن أكبر فترة يمكن هو أكبر جيل تعرض لها لكن للأسف الموجات ما زالت تتوالى لأنه اليوم المدرسة أو المنظومة التعليمية قاعدة تخرج وتفرح كان في ناس لهم كفاءات وشهائد عليا والمجتمع غير قادر على أن يستفيد منهم ويوظفهم لتقدم هالمجتمع ذا احنا مسندين معكم لكن اليوم انت تكلم وقلبي يتحسر على ما يمكن لن يواعي بما يمكن أن تتعرضوله من آلام ومن أذى ومن ضرر نفسي وكلنا معاكم بجوارحنا وانا كنت نقول لسواء كنت نقول لها أنه أنا دائما كنت في هذا الإطار أعطي جزء من وقتي من عملي مجانا لنجدة كل الفئة هذه المعطلة عن العمل إذا فم فرصة باش نخدمكم في هذا الإطار لمساعدتكم نفسيا لتخفيف بعض الآثار النفسية على ما تعانونه يوميا إذا كان عندكم جمعية أو اتلاف أو كولكتيف يتكلم بسكم قادر يتصل بسواره ويخذ رقمي وأنا قادر نقدم خدماتي في هذا الإطار الأستاذ فايسل يعرض خدماته على المعطلين عن العمل من معنى خليني يقول بشتوفرهم الرعاية النفسية الرعاية النفسية لتخفيف الآثار هالأفار السلبية لهالصدمة النفسية اللي قاعدين يعيشوا فيها به أستاذ فايسل يعرض خدماته على المعطلين عن العمل اللي ينجم يكونوا موجودين مبعضهم يعرض خدماته وينجم يعاونهم في الإحاة النفسية وتوفير الرعاية النفسية لهم يعطيك صح أستاذ فايسل هذا ما يتسمى العلاج الجماعي هو تيرابيد جروب مجاني مجانيا هذا يعطيك صح أستاذ فايسل تنجموا تتصلوا بنا تكلمونا وإلى مدام مدام ريم مدام يسرى إذا كان مزلتوا تسمعوا فينا إذا كان مزلتوا على الاستماع ببرنامجنا تنجموا تتصلوا بيا وأنا نحطكم مع الأستاذ فايسل نرجع معك أستاذ فايسل ما زلنا في استقبل تليفونيتكم بعد شوية بشكون معنا مدام إيمان من الدكترا الباحثين المعطلين عن العمل واللي يزده هما خاضوا سلسلة من الاعتصامات أستاذ فايسل أكيد ركنت في المتابعة تلة السنوات الأخيرة اللي خاضوا سلسلة من الاعتصامات الوقفات الاحتياجية المتتالية وتعرضوا كيف كيف زادهما إلى ما يعتبروه بالمظلمة واستنوا أنه بشتم انتدابهم وإلى حد اليوم ما تمش تسوية الملف هذي معرش معنا بتليفون مدام إيمان مدام إيمان مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك على موجودة الحياة فاهم أنت من بين الباحثين المعطلين عن العمل برشا سوط بحديك سمحنا أخذينك من المحطة شكرا لك على الاستضافة مرحبا ونشكر جدا المستمعين إن شاء الكل يتنوي يتنوي هنا بشعة ومشكلة المعطلين على العمل مرحبا بيك أنت الدكتورة في أي ميدان في أي الدكتورة إدارة أعمال إدارة أعمال متخرجة من دميل كام الدكتورة إدارة أعمال دميل كام شو نقول لك معنا هذا الموضوع معتا يسر 10% إماجين معنا يسر كل سمع تريد إلي 10 لسي لحظة الدكتورة معتا العمل حتى كحلولنا كونكور تسمع سياس نسمع فيك مدام إيمان ولا فما بشا حتى كحلولنا وقتا في سيدري قالونا بشتعة تنكور وحقبوا ألف دكتور ما 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 نحب نقود نعم ما نعطي رأي ولا لي بيان سور تعطي رأي بشتعة معانتها محبش أنا نقول في تونس أما هذك هو الحقيقة معانتها كيفيش معاني في عاصر نسوى الدكتور وعنته وشهيدة معانتها أعلى مرتبة تعبيت كل طار شو معانتها أعلى مرتبة الدكتورة كيفيش بطار معانتوش معانتوش بيش يطرب معقول في ظروفها زي معانتها 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 عاني شهيدة ملوحة نحش منها مش نقول عابد رو عمري كذي وبليش خدمة نحش مش نقول هراني بطأ حتى انت تكلم فيه ونحك معك نحش مش نقول بطأ أما لك هاو معانتها واحد حتى الناس اللي اللي متها تعبت وفدت مشيت هو لذيلي تعب نفسيا أنه إنسان معاطن عمل مش بيقراته مش بإراق نفسي وتكت الناس اللي تعديوا بعد المسار اللي دخلوا الدكتوراه مرضوا برا شوفوا الطب كذي السوسيولوج والبسيولوج وقيفوا عندهم مش أحسبوا قدش من واحد جاي وشكي التعب بمتيعوا أنا أصلا ما حكي لنرى بزعر لأخرة الموضوع ما يقح تحاول تنسى تنسى شي معنا ما تنسى كيف حتى واحد معنش مصروفوا يا رسول الله في العمر هذي ما نعاون شدارنا ما شكرينا أحني يا خي علي شكرينا ما تنسى هربك مشيت البررة حابي كل ميتين مشيوا البررة وعملوا وعملوا معناها كاريير كتمشي البررة بساعدين يقول لك حاجة يعا يقول لك سيعة بروفيرتور وانتي مكش ناخد دكتوراه مزلس معناها أنكو وشهريتك اللي ماخدين معناها الوزارة بكل هاوين حاجة نعرف ونزير هذا أنه هو قديش هذي هذي مرة بدل وزرهم هذي وين وصير جيم يعني وين بدون طريق بالحق معناها هو لا معناها مش نعاود ونقولوا إحنا متضامنين معكم بالكامل ونشعر 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 بما تعانونا ويوميا لكن الآن إحنا هدفين الهدف الأول أنه نحاول نعلم شريحة واسعة من المجتمع بما يقاسونا فئة من فئات المجتمع تقاسي من التعطيل الإجباري هذا على العمل وثاني حاجة ما هو الحل بيس فقط بربي سمحني مدام إيمان مدام إيمان سمحني وإنه نفهم في كل شيء حتى في الإذاعة نفهم وإنه إخراج نفهم وإنه ما نفهم وإنه ما يعني نفهم إذا تعمل نقض بكين في إذا تعمل مدام إيمان سمحني في ضعب مع الخارج كيفش الخارج يحسوا بنا واتوين سمحني يحسوا شفين سهيدا معقول قدش نخدوا لحكي مدام إيمان تفهموا الحل الخدمونا في الدنيا يكونوا بسرير بيه سراحة معقول هكي ترجي ساكت ريفيد هكي هنط فيك هكي يقول الأستاذ نصرف عليكم وقدش الساعة كمز دينار صدقني معنا مثل أعوام كي قريط أقل شهرية أقل شهرية أقل لقاء سمدي ميد دينار معنا ديك كلها صرفت هكي أقل لحريط وقال الدنيا وقال صرفت على المشي والجي وألمك مسموع فما سوار تحب تقول لك حاجة أنا فقط حبيت نقول لك لأن أنت التحق بنا في الاستماع في آخر الحسن أن أستاذ فايسل هو مختص ومعالج نفسي هذه الملاحظة اللي حابت أنقل هلكنت فهم زيدة مدام إيمان اللوعة اللي أنتي فيها حتى حد مينجم يمكن يكون يحط روحه في بلاصتكم ويحس نوع من الظلم اللي تعيشوه أنتم كده كترة بحثين معطلين عن العمل كيف زيد المعطلين عن العمل اللي كانوا الدخلوا معنا مدام يسرى ومدام ريم يعطيك صحة مدام إيمان نحن ديما نكون في متابعة للملف هذا يمنجم ناخذ معك أكثر وقت لأن وصلنا الختام لليوم تحية كبيرة للناس اللي تابعونا من ماضي ساعتين حتى التوا في منتدى الحياة تحية كبيرة حتى اللي سمعونا وما تفعلوش معنا وأكيد زادة تحية مدام يسرى مدام إيمان ومدام ريم اللي كانوا ادخلوا معنا وحكيونا على تجاربهم الحقيقة شو نقول كستان فايس يعني تجارب ووضعيات اليوم للواقع للشباب التونسي هذا من الملفات يمكن اللي ترقلها المنتدى الحياة من الملفات المؤلمة جدا جدا لأن عشرات الألاف من الشباب شباب تونس الأكفاء اللي يحزدون عليهم دول أخرى للأسف معطلة طاقة حياة معطلة ومحتوى تعرف ومجتمعنا يئن من الجهلة المسكين بإدارة الأمور للأسف وضروري هل الموضوع هذا يكون موضوع كل واحد مننا في المجتمع ما يقولش أنا قضية يعني قضية هي قضية عامة لكل المجتمع هي ليش مشكلة فرد من الأفراد وإلا مجموعة من المجموعة وهذا هدفنا من التطرق للموضوع اليوم نقوله شوفوا حجم المؤساة والمعاناة اللي يعينوا فيها فئة من فئاتنا معاناة يومية وعزنا نملك من شبابنا معنا لكفاء يعاني نفسيا وضروري أنه كلنا نتكفل بهالموضوع كل من موقعه شنو اللي قادر يقدم فيه فالموضوع هذا ويعاون على أساس أنه مجتمعنا كله يخرج ما المعضل اللي هو فيه يعطيك صح أستاذ فيصل المختص والمعالج النفسي الموعد يجدد معك إن شاء الله نهار لربعة بموضوع جديد غدوة موضوعنا هو انتشار ظهرة المخدرات بين الظهرة هذية اللي قادة تستفح لليوم خاصة في صفوف الشباب والتلاميذ اللي ما عادش حكر على الشباب فقط اليوم في الأوساط المدرسية الظهرة هذية والتي موجودة في المؤسسات التربوية وبين غياب طرق العلاج من الآف هذية هذا بشيكون موضوعنا غدوة بحضور الأخصائية نفسانية مدام سونيا جبالي ما بقالي بشو نقولكم تابعوا بقية برامج الحياة فهم جاوك على تسعين ثلاثة من الأربعة حتى لستة موجز الأخبار مع الزميلة أحلام العامري ما تبدلوش الموجة ديما خليكم معنا مع الدين على تسعين ثلاثة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية